بين جدران متهالكة وتحت أسقف مشققة في حيث لملي بالعاصمة تقطن المجاهدة حيزية أرملة الشهيد رجعي عمار قائد المنطقة التاريخية الرابعة معاناة وحرمان وتهميش هو ما تعيشه المجاهدة حيزية وعائلتها في بيت سكنته غداة الاستقلال في بيت من ربعة وستين من ربعة وستين أنا هنا ونايا مرت الشهيد رجعي عمار قلوا وراح دارين قلوا وراحوا تشوفوا حالتي لولادي رجال ونايا قاعدة فيه غبنوني يبكر يعطوني في عشرين دور ومن بعد قطعوه ما تبوش لا تشوفوا ربي حلية مشاكل حلية مشاكل وعلا قلوا وراني ملأ الرياس كل شي كيت له البريات اللي تروحها يغبوها معاناتها داخل مسكنها تذكرها في كل حين بما عانته من ويلات أيام الاستعمار الفرنسي لكأن قدرها أن لا سعادة قبل أو حتى بعد الاستقلال هي حال المجاهدة حزية وعائلتها تظل بحاجة لالتفاتة جادة من السلطات لرد الاعتبار لها بوصفها مجاهدة وأرملة لقائد المنطقة التاريخية الرابعة بعد أزيد من 59 عاما من الاستقلال ترجمة نانسي قنقر